في السياق قالت سرايا القدس في بيانات منفصلة إنها سهدفت قوى إسرائيلية خاصة متحصنة بأحد المباني بقذيفة مضادة للدروة والتحصينات في مدينة خان يونسا مضيفة أن مقاتليها تمكنوا من تفجير دبابة إسرائيلية بعبوة برق صدمية في نفس المكان وأكدت السرايا أن مقاتليها استطاعوا إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة من نوع الدرون والسيطرة عليها كما أكدت السرايا استهداف تجمعات الاحتلال بوابل من قذائف الهاون في محيط مستشفى الأمل ومنطقة العراشية غرب مدينة خان يونسا